ومعي أيضا من لندن عبر خدمة سكايب عمار البجبوج أستاذ الباحث في جامعة كينغس كوليج لندن أهلا بك سيد عمار يعني لماذا هذه التصريحات الآن؟ معروف أنه بريطانيا ضد مساعي الانفصال في سكوتلندا فلماذا هذه التصريحات؟ ماذا دلالة الزمنية لها الآن؟ مساء الخير بداية لحظتك والأستاذ المشاهدين وشكرا على الاستضافة يبدو أن بريطانيا الآن تعيش كابوس الحفاظ على وحدة بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نحن نعلم أنه منذ سنوات كان هناك استفتاء في سكوتلندا لانفصال سكوتلندا عن الاتحاد البريطاني لكن كانت نتيجة الاستفتاء لصالح البقاء على أن تبقى بريطانيا جزء من الاتحاد الأوروبي لأن مصالح سكوتلندا أن تبقى جزء من الاتحاد الأوروبي بعد نتيجة البريكزيت الأخيرة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الآن طبعا يخيم شبح أن يقوم الحزب المحافظين أو عدة أحزاب موجودة في سكوتلندا سوف تطالب باستفتاء آخر على اعتبار أن نتائج الاستفتاء السابق بني على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أما الآن بعد خروج بريطانيا أعتقد أن السكوتلنديين سوف يذهبون إلى استفتاء آخر وخصوصا أن حتى باستفتاء بريكزيت أغلب السكوتلنديين صوتوا لصالح البقاء مع الاتحاد الأوروبي لكن على اعتبار أن البريطانيين صوتوا للخروج فخرجت سكوتلندا مع بريطانيا وهذه معضلة وما هي خيارات حكومة بوريس جونسون سيد عمار بهذا الشأن إذا ما قرر السكوتلنديون بالفعل المضي باستفتاء وفق كل المعطيات التي تحدثت عنها يعني هم سيصوتون هذه المرة للخروج للانفصال ليس لبوريس جونسون أو للحكومة البريطانية الكثير من الخيارات هم سوف يحاولون فقط منع حصول هذا الاستفتاء أو عرقلته لكن بالنهاية ومع الوقت أعتقد هذا الاستفتاء سوف يتم والمراقبون بشكل عام يعني يتوقعون أن يتم الاستفتاء لصالح انفصال سكوتلندا عن الاتحاد البريطاني فمنح صلاحيات إضافية للبرلمان البريطاني سوف يؤدي إلى تسريع هذا الاستفتاء فما يقوم به بوريس جونسون اليوم هو أن لا يتم هذا الاستفتاء في عهدي لأن لديه الكثير حقيقة من التحديات المتعلقة ببريكزيت وكيف ستخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما هي الخطوات وكيف سيتم عقد اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي ثم سوف يفكرون بموضوع كيف يحلون الأزمة مع سكوتلندا لكن في الوضع الراهن أن تقوم سكوتلندا بهذا الاستفتاء وبريطانيا ما زالت تعاني من تبعات البريكزيت وخروجها سوف تكون ضربتين على الرأس بالنسبة لبريطانيا وبالتالي سوف هذا يؤدي إلى مشاكل لدى حكومة بوريس جونسون لذلك ليس لبوريس جونسون الكثير من الخيارات إلا عرقلت هذا الاستفتاء الذي أنا شخصيا أتوقع أنه سوف يتم عاجلا ماجلا شكرا جزيلا لك من لندن عمار البشبوج أستاذ الباحث في جامعة كينغس كوليج لندن شكرا شكرا شكرا